السلام عليكم وعنزائي مشاهدين معكم السامة عادل من قناة امازنجورد نبدأ سامة مشاهدين هنشرح افضل برنامج تسويقي في العالم برنامج سكايتيلز طبعا هنزائي مشاهدين الشركة تواصلت معي وطلبت ان اشرح البرنامج وانا قبل كي كنت شرحته من تجروبتي خاصة مع النسخة المجانية خاصة بالبرنامج طبعا شركة ديتني النسخة المدفوعة وديتني كمان كود خصومات خاصة بمتابعيني اسامة عادل دوالتلاتة وسبعين هاملك خاصة تلاتة وسبعين في المائة من المبلغ اللي انت هتشتري بالبرنامج يعني انت فرضي هتشتري النسخة لمين دولار هاملك خاصة تلاتة وسبعين في المائة من نسخة الميت دولار طبعا هو برنامج زي ما بيكون افضل برنامج تسويقي في العالم بيحصل على كتير جدا من المميزات انا طبعا مش هاده رزكورها كلها في حلقة دي محتاجة الكورس كامل عشان كده عزام مشاهدين هترك لكم رابط المقال ده اللي بيقول المعظم او باختصار ما زال البرنامج وطبعا نسخه اسعار وكل حاجة طبعا ده مقال يعني تقدر تقرأه وكيوان هدف لكم للكورس مقدم من شركة سكايتلز على صفحيته مخاصة بالفيسبوك وطبعا كورس هكونت لاتلون مرفوع على اليوتيوب كيوان عزيزي مشاهدين هنا دلوقتي انا كنت بشرح زمان النسخة المدفوعة النسخة المدفوعة سواء النسخة المدفوعة او المدفوعة تركت تحميل واحدة بس بيختلف في اللايسنز اللي معك يعني انت مثلا لو هتروح هنا هتروح للموقع الرسمي اللي هو ده هدوس مثلا على دولود يعني هنا دولود النسخة دي اي نسخة هتلفتح لك كده هتكتب بس هنا ايميلك وهتكتب هنا زي ما نقول ايه كود الكاباتشا وتدوس دولود عايز تحصل بعدين على اللايسنز بتقول جيت لايسنز لان ما تحصل عليها من هنا اللي هي اللايسنز من هنا انت او او اوكي فطبعا بيطلب منك دلوقتي حاليا بالفيسبوك لما انت تطلب اللايسنز لما تحصل عليها من هنا بعد ما تعمل بالفيسبوك وتعبل البيانات اللي احنا شايفينها وراء الجزء بتاع الخاص بالفيسبوك طبعا انا هعمل كل الكلام ده لان معي النسخة المدفوعة لانما طبعا تروح للبرنامج بعد ما انت تسجل دخول بحسابك على الفيسبوك وتدوس على طبعا انت مش هتلقوها طبعا جيت لايسنز ساعتها هتدوس جيت لايسنز وتعبي نفس البيانات طبعا يعني يا ريت تكون صادقين في البيانات اللي انت هتعبوها هتروح بعدها دا كالبرنامج بتاعنا لما يفتح طبعا احنا النهاردة مش هنستعرض اساسيات البرنامج وازاي انت هتستطى بالبرنامج عندك بكلام ده لان الكلام ده انت ممكن تشوفه في الكرس المدفوع خاص او عزرا في الكرس الخاص بالشركة مش مدفوع طبعا هو كرس مجاني فاحنا النهاردة عزا مش هادين هنستعرض اجزاء كتيرة من ادوات البرنامج يعني ادوات انا محبها بصراحة كتير جدا طبعا عندك اول اداء واشهر اداء والناس كلها بتدور على الاداء دي اللي هي الاداء الخاصة طبعا هنا لو دوست على فريندس هتشوف الاصدقاء اللي عندي فيد هتلاقي كل حيه عندي في الصفحة بشكل مختصر اللي هو بشكل فيد او حق هنا هتلاقي البشريس اللي انا عمل له لايك وهنا هتلاقي جروب اللي عملي له جوين وانا هتلاقي اللي انا عنديه ايفنز انا هراح بها على طول لبابلش دي اللي موجود فيها انت عملت عليه في البرنامج زي ما نقول خريطة انت عملت فيها ببرنامج انت بدأت فتحت البرنامج عملت ايه لو انت عملت عملية نشر هتلاقي مجود هنا عملية النشر مثلا دي كتف جروب كتف صفحة كانت في story نشرت story نشرت event عدد الأصدقاء اللي انت عملت لهم join عزرا add عشان انت ممكن بالبرنامج تستخدمه فعمل add لأصدقائك و errors لو في errors وهنا view errors لو انت شفت ان في error طلعت معك اول حاجة زي مشاهدين هنا دي طريقة النشر في البوستات هتطلب منك اول حاجة target يعني انت عايز تنشر في ايه عايز تنشر في صفحك عايز تنشر في جروبات عايز تنشر event عايز تنشر في الول الخاص بأصدقائك يعني زي اتنشر في الول الخاص بأصدقائك يوصد بقى ان انت تنزل بص وتعبد لأصدقائك دولتك عايز تنشر في اي حاجة من الحاجة دي عايز تنشر في instagram عايز تنشر في الواتساب عايز تنشر طبعا تبعت ميسج واتساب او تبعت ميسج للموبايل يعني فيه مأكين كتيرة جدا اشهر حاجة الناس بتستخدمها ان انت تنشر في page هنا هتكتب مضمون اللي انت هتنشره في page هنا العدد ده العدد ده طبعا عزي مشاهدين اسمه rate spam معناها ايه معناها ان انت احيان بتكتب كلمات تخلي خوارزميات الفيسبوك تفتكرك spam فده طبعا العدد ده لوصل لنسبة 100% او زاد باي شكل اشكال يفضل انت تبدأ تغير في كتابتك بحيث ان انت تلغي جزئية ال spam دي لان انت لو الفيسبوك تعرف عليك ان انت سبام يعني ده طبعا ممكن يعدل حظر حسابك اه طبعا هنا هنقول هنا مسلا انت عايز تنشر بالكودينج يعني عايز تكتب كود HTML كود فتنشر بالكود عادي براحتك عايز تنشر حاجة المترجمة عايز تنشر صوت عايز تنشر تحط ايموجي اي براحتك عايز تنشر اللي انت عايزه براحتك يعني هو ميدي لك وسائل النشرة احترافية كتيرة جدا هنا دي جزئية لو انت عايز يعني احضر لينك انا بحب ده ما يستخدم ضينامك لينك وحط فيها اللينك الخاص بالفيسبوك بتاعي يعني مسلا حقيقي لينك اكون مسلا انا نشرته على الفيسبوك على صفحتي مسلا على الفيسبوك وحط اللينك هنا وحط لينك بكتشر هنا لو حبيت تغير بكتشر او لينك تايتل لينك بس انا بحط اللينك على طول وبدس اوكي هو بيجيب لي كل الحاجات دي وبيعبيها تعبية تلقائية وبيورين هنا بريفيو بريفيو للبوست هتنشر ازاي يعني طبعا ازا مشاهدين حاجة رائعة جدا 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 طبعا هنا لو انت عايز تضيف صورة عايز تضيف فيديو يعني لو عايز هنا يحضر فيديو كل شوية يبدأ بنشر فيديو هنا دي اوتوماتيك دي طبعا بتختلف من نشر النشر حسب انت هتنشر في عد ايه يعني انا طبعا بحب استخدم كاستم وبحط هنا بس عن 8 دقايق ده طبعا لو انشر في 150 جروب او اكتر يعني من 8 دقايق ده طبعا لو 150 جروب او اكتر وبستخدم اداة انت سبام اداة انت سبام دي ادارة رائعة جدا يفضل انت دي مش يفضل فعلها انت مش تخسر حاجة دي لما بيحس ان الفيسبوك هتبرك سبام فبيبدأ طبعا بيريح البرنامج من ودة 5 ده وبيرجع له تاني يعني بيعمل زي نشر بشكل زي ما نقول مش متتابع فبيخلي الفيسبوك عارف ان انت يعني زي ما نقول ايه شخص بينشر مش اداة او برنامج بينشر هنا طبعا هتستخدم ايه هتستخدم انت هتنشر بحسبك الشخصي او هتنشر باستخدام صفحة طبعا جوزيات لو انت هتنشر باستخدام صفحة يبقى لازم ان انت تكون من فعل هنا ان انت هتنشر بجروبس احد الجروبات يعني عزرا تكون بتنشر في بيجيس مش في جروب لان طبعا الصفحة يعرفين الصفحات ما ينفعش انشر في جروبات هنا اللي متل انت ماشي بيه وهنا دي لما بتعمل اخدر دي معناه انت بدأت تنشر انا طبعا هجرب دلوقتي عزا مشاهدين انشر معكو بوست هنشر اي حاجة يعني مثلا خليها هنشر في بيجيس هنا هنشر باستخدام مثلا الصفحة دي وهكتب لا لا اي حاجة يعني حاجة تكريب هنا طبعا تشوفوا بيفتحوا ادوات يعني تحس انت بتكتب ورد يعني تجريب تجريب نشر مسلا وهدوس تجريب نشر مش حاجة بعدين سيبنا مجوزية ديناميك رينج عزرا ديناميك رينج اللي انا هتباحها هنا اللي انت هتنشر به دي يعني طبعا خليه يسيبوا هو يفعلوا ترقية وفعل ادات انت سبام لو دوست بابلش انا كده يعني طرم ادوست بابلش كده يبقى انا محدد كل الصفحات اللي عندي لو عايزة حدد صفحات والغي الصفحات يبقى انا من هنا يعني طبعا هنا جوزية مسلا عايزة مسلا ما انشرش على الصفحة دي يبقى سيبوا كده هشيل علامة التك اللي هنا هنا بابلش دي هدوس بابلش هيتقول لي لا ازاي تنشر كده احنا طبعا بنعمل ايه ان احنا بننشر بشكل متغير كل بوست رازم يختلف ليه لان كل شوية بحط لك كلمة خاتمة بتكون مختلفة فانا هدوس هنا اوكي هنا هضيف كلمات ختمية مسلا شكرا لكم على الاقل يكونوا تلاتة يعني دي طبعا بيغيرها هو من نشر النشر عشان الفيسبوك ما تعرفش عليك شكرا ميتعرفش عليك انت بتنشر باستخدام روبوت اه مسلا تفضله تفضل تفضل مسلا وفنش كده هوا عزة مشاهدين لو انا دوست بابلش هيبدأ نشر اه زي ما شايفين هنا بيجهز محركاته او زي ما بنقول بيجهز الخارزميات بتاعته انه هيبدأ النشر ولو رحت هنا للوجن هتلاقي انه بيقولك انت اه بتستخدم دلوقتي عملية النشر اه طبعا احنا هنكون معه لحد ما انشر في جروب واحد وطبعا لحد اوزرا لحد ما انشر في صفحة واحد انا ده ممتعودة على كلمة جروب اه عادي انت ممكن تستخدم كزا ميزة من موازات البرنامج في نفس الوقت فمش حاجة يعني انا ممكن هسيبه دلوقتي وخلاص اه طبعا هنا هنروح نروح نروح نختار ميزة تانية من الموازات اللي انا بيحبها اه يعني طبعا هو البرنامج فيه موازات كتير غير ان نشرع فيسبوك في حاجة اكتر بكتير في طبعا هنا هناخدهم نحاول ناخدهم بترتيب هنا دي send mail اه زي ما نقول لا لا اه private message send دي معناه ايه دي معناه ان انت هتنشر على زي ما نقول ايه على تبعت رسالة خاصة للناس يعني رسالة خاصة تفضل طبعا تعملها very slowly اه رسالة خاصة هتبعت مسلا رسالة لحد هنا هتكتب الرسالة خاصة بك ودي رسالة يبعتها ايه زي ما نقول ايه message على الفيسبوك يعني دي اداءة بسيطة جدا يعني مش بسيطة مهمة طبعا هنا هتكتب طبعا بسيطة العذر الرسالة بتاعتك ونا هتطيف اللينك لو انت بس تضيف لينك فقط عزي المشاهدين وهيبعتها لك privacy زي ما نقول رسالة شخصية لشخص معين يعني ميزة مهمة يعني طبعا لازم يبقى معاك يعني هنا لودنج بالقايمة خاصة بيك اللي هي خاصة بالاصدقاء تقدر تعملها ان انت طبعا هتروح لانا وتعمل سيف يعني طبعا تعمل سيف هنا ان انت هترسل له مرسالة شخصية او ممكن تعمل سيند فيسبوك مسج هنا لو ده الفرند خاص بيك لو حد انت مش ضايف في الفرند وسحبه من خلال اي اداء من ادوات السحب المتوفرة في البرنامج تقدر تعمل لودنج دونلود فايل وهو طبعا هيضف لك زي ما نقول الناس اللي انت ضفتهم دوله هتقدر تبعتهم كلهم رسالة مرة واحدة طبعا نروح للاداة التانية لبلدنج زي ما نقول ايه دي اداة خاصة ببناء قائمة كاملة من زي ما نقول ايه اوزرا دي اداة خاصة بالارسال اميلات لمجموعة كاملة من مجموعة اميلات كاملة انت تكون حضرتها عندك يعني زي ما نقول هنا هتضيف هنا الميل هتعمل open وتختار مثلا عندك اداة مثلا اميلات مثلا ما يكون اميلات ديات اميلات انت تكون ضعيفها وهنا هتختار الايميل اللي انت هتبعت منه هتكتب هنا الايميل وتكتب هنا الباسورد وطبعا تختار اذا كان جيميل ياهو هوتميل براحتك هنا هتكتب الموضوع هنا هتكتب عايزه اللي يطلع له ده يطلع له سندنج مين اللي عمل سندنج هتفعل اداة دي عشان يعملك كسس ال هتكتب هنا الايميل اللي عايزه يظهر لك زي ما هو وهنا هتكتب automatic very slowly براحتك طبعا هنا هتكتب محتوى الرسالة وانا هتكتب موضوع الرسالة هنا هتستخدم ادوات طبعا اللي هي خاصة طبعا خط وحجم الخط والكلام اللي ده كلنا عارفينه وبعدين هتدو السند فقط كده عزا مشاهدين ادوة رائعة جدا طبعا عشان بشرح الادوات باختصال ليه يعني عشان زي ما نقول ايه السرعة يعني زي ما نقول انا عايز اكون سريع ليه لان البرنامج يحتوي كتير جدا على ادوات دي عادة زي ما نقول notification to send يعني باستخدمهاش كتير facebook auto command دي طبعا عادرة جدا متمكنك ان انت تعمل command d بشكل التلقائي او زي ما نقول ايه شكل زي ما نقول ايه يعني giant من غير ما انت تكتبها تحط بس الصفحات اللي انت عايزها تعمل mesmer صفحات معانا او تعمل audience على احد فائلات الصفحات وتكتب هنا commandżyت الخاصة بيك يعني command عايزوا يعمل command على ايه يعني برحتك ااااااااا مسلا ادوات جروب من ادوات المهمة جدا جدا جدا. دي ادن بتمكنك انت تعمل joint المجموعة من يعني انت بيقول ان انا عايز اعمل جروبات تطرح من عشرة مثلا خمسين. انا طبعا عزا مشاهدين تحدد البلد اللي انتميل لها الجروب. ايجيبت مثلا. ايجيبت. 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 هنا الجروب هيكون عن ايه? مثلا تقنيات. ايجيبت. او تيتش. او مثلا تيتش. او مثلا تيتش. او مثلا في ار. مثلا يعني انواقع الافتراطي. هنا طبعا سرعة اضافتك في الجروب صدها سلولي عشان تحمي نفسك. عشان برضو الفيسبوك بيعتبرك سبام. لو انت يعني يعني سوت السرعة شويتين. بابلك جروبات مفتوحة. هنا هتدوس ستارت. هيبدأ يبحث لك على الجروبات الخاصة بالفي ار زي ما شايفين. كمية جروبات. طبعا الفي ار لهو فيرشوال ريالتي. افضلا انت تكتبها كلمة فيرشوال ريالتي. ليه طبعا متين جروب في ثانية زي ما شايفين. هنا طبعا هتدوس جيت او ستارت براحتك. هنا يعني طبعا هو ممكن يعملك جوين في الجروبات دي. هو طبعا انت بعد ما بيختار الجروبات. اوكي انت بتكمل معه. هو بعدين بيسر كاسم جوين. اه طبعا هطلع. يعني اوكي. طبعا كلمة بوست هنا دي يعني هنا دي اوتوماتيك بيدور على كلمة بوستات الخاصة بالفيار. فاكيد اللي هيلاقي كتير طبعا. انا طالب منه من بتوين من من عشرة خمسين جروب. هو اجاب لي اكتر من ميتين جروب. يعني براحتك. هتعمل بعدين فيهم جوين براحتك مش عايز براحتك. يعني دي ادام لادوات المهمة جدا لناستخدمتها طبعا في البداية عشان يتقوم قاعدة جماهيرية من الجروبات. طبعا في ادات موبايل اس ام اس. تكتب بس رقم تليفونك. يعني تكتب هنا رقم التليفون اللي هيبعت. اوزرا ده رقم التليفون اللي هيستقبل. طبع طبعا كل سعر رسالة بتكلفك اثنين من مية دولار. يعني الدولار واحد بارسل ميت رسالة. طبعا ده لو معك قيمة مستهدفك كاملة زي ما نقول ايه. اه ناس هتبعت لهم رسالة. اه هنا طبعا تقدر تادنج. اقدر الرقم هضيف خمسين ستين رقم براحتك. اه هنا يعني لو بخمسة دولار تقريبا هتكلفك الرسالة السعر ده. كوستنج الرسالة هتستقبل. يعني يا عزي المشاهدين انت بتشحن حسابك. انا الشاحن هنا حسابي خمسة دولار عزي الم مشاهدين. اه كولنج تو اكتف يعني ده طبعا احد الموايزات بصراحة اللي انا مستخدمتاش يعني يعني بصراحة يعني في بعض الموايزات في البرنامج انا معرفش بتعمل ايه الى الان. اه كنت انه ان على لساس دي بتتمكنك انا لساس خاصة بالبرنامج على البوستات اللي انت بتنشرها. يعني انا مسلا شار راشير بوست هنا حاعرف اه كم واحد شافه وكم واحد ضغط على كليك كم واحد عمل كزا حاجة عليه. اه يعني طبعا هنا فيس كولنج برودكاست دي بيتمكنك ان ان انت تكلم مج جمعه من الناس. بالمكلمات العادية اللي هي زي خدمة لعملاء. اللي هي تلقائية اللي هي الروبوت. طبعا هنا سنتعرض بعض الادوات اللي باستخدمها. اه اداهة ازي ما نقول ايه. اميل اميل اكستراكتور. دي احد الادوات طبعا النا برضو ما عرفش بتحمل ايه. يعني طبعا البرنوج من كبرو. انا في اداهات ما عرفش انه الان بتحمل ايه. مع الزي مشاهدين يعني. يعني فيها ادوات بجد انا ما عرفش تعمل ايه من كبرى البرنامج. بس انا طبعا هقول لكم على ادوات اللي انا عرفها زي اه بيزنس اسمها كان بيزنس فايندر. انا اعتقد فايندر. بيزنس فايندر. دي اداء ضخمة. ضخمة بمعنى كلمة ضخمة. دي اداء بتمكنك ان انت تحصل على القوة الخاصة زي ما نقول ايه بالناس. يعني تبحث موقع تستخرج الايميالات الموجودة جوه الموقع دي. تستخرج الايميالات الموجودة جوه صفحة. تستخرج حيات كتيرة جدا. يعني اخترت بس. اوكي. اام. يعني مثلا هختار 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 دخمة. ضخمة. 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 بشكل كبير جدا. اه. اول لاين مثلا بيزنس. مثلا هختار مثلا بيتزا. بيتزا. بييزا. حتى لو فيها خطأ لغوي. يعني ندوس مثلا بيتزا فاوندنج. الاناليسيس fre علم مو تتم مسل برنامج لازم مسجد عامو فالمر skeleton البرنامج بيشغل لك كل الاتراحات يتم شيب م turbulتي تحامل القوة الخاصة بالبرنامج مثل علم مقوش علم المسعد handler علم مريح علم نكاتو новые lol ما تفقدس نكال وحاصل يعني زي ما شايفين هنا بدأ شغل هو طبعا هنا يعني يعني هوقف على كده زي ما شايفين هاحضر زي ما نشوف كلمة بيتزا احضر زي ما نشوف عنوين شركات احضر ايميلات يعني دوسني هنا على ايميلات احضر ايميلات طبعا خاصة بالشركات يعني اماكن كاتيجوري دي تبع ايه يعني حاجات كتيرة جدا انت كمان ممكن تخلي الكلام ده يحضره من بيج اه من صفحة من جروب فيسبوك اه لو انت طبعا اعمل ده جروب ده جوين حاجات كتيرة جدا عزا مشاهدين زي ما نقول ايه بيسحب القوة او بيسحب زي ما نقول ايه الخبرات او بيسحب زي ما نقول التكنيكال او كل حاجة خاصة بشركات تانية يعني طبعا عبروات او صفحات يعني براحتك اه يعني دي ادى رائع جدا طبعا من الادوات المهمة جدا اللي انت اللي هازم تستخدمها في البرنامج في فيو يوتيوب تقدر طبعا تضيف تضيف بس اللينك هنا خاص فيديو خاص بك على يوتيوب وتقول هنا عايز يعني رايجر مشاهدات اللي انت عايزها مثلا خمس تلاف مشاهدة مثلا يعني ويديس هنا سلولي ويديس ستارت وهيبدأ يجيب لك خمس تلاف مشاهدة براحته خالص جدا انا مشوفتش بصراحة يعني انا جربتها ادارة اليوتيوب يعني ما تعرفش ان ده روبوت اصلا هنا طبعا عندك ادفريند لو انت عايز يضيف لك اصدقاء يعني عندك مجموعة جدا كبيرة جدا من الادوات دي هادا اللي هنتطلق لناها من شوية من شوية اللي هي واتساب لا اوزران ديليس ما اتطلق لناهاش دي واتساب هنا هتضيف رقم الواتساب بتاعتك فاروكزامبل اللي انت هتشتعل به وهدستارت وهيطلب منك طبعا انت تتسجل في لست خاصة بيك يعني زي ما نقول انت يفضل في اداة زي دي بتستخدمش رقم واتساب واحد لا تستخدم خمسين ستين رقم يعني عزرا ميس خمسين عشر ارقام مسلا عشان تتجنب البلوك برضو شغالة دي الاداة دي لازم تبقى شحلها فلوس في اداة تانية طبعا عزرا مشاهدين لنا مجموعة الاداة السوشيل ميديا اللي انا بفضلها مفضل طبعا اداة ايه اكتر حاجة الاداة دي بتمكنك بعمل خرائط لخوارزميات جوجل بس كل عليك انت اضيف لينك الويب سايد الخاص بيك ودستارت هيضيف لك زي باتش معمول بال xml لازم ترفعه عندك في الموقع وكزلك الاداة دي الروبوت الخاص زي منقول اداة الروبوت الخاصة بخوارزميات السيرشنج اللي هي السي او او الخاص بالبحث زي منقول ايه بجوجل عندي اداوات طبعا تفيدك دائما لو انت تمتلك موقع الاداة دي الاداة دي اداة من ادوات المفضلة بالنسبة لي دي اداة الارشفة احلى اداة انا مفضلة في البرنامج تضيف هنا مثلا مثلا زي منقول ايه مثلا نروح يعني نجيب amazinggollet30.com اللي هو الموقع بتاعنا نزود ارشفته زي نزود ارشفته انت بس كل عليك هتضيف الموقع يعني طبعا www. هتضيف هنا بس الموقع بس وهتحسن الارشفة بتاعتك بالبنج يعني هو يعمل لك بنج في مجموعة متصفحة زي منقول المواقع وهيضيف اللينك بتاعك في مجموعة من المواقع فباضافة للينك بتاعك في مجموعة من المواقع ده بيزيد الوسقية خاصة بموقعك في خوارزميات البحث الخاصة بجوجل دي طبعا دي البنجات الخاصة بموقعك يعني دي الاضافات يعني مش انت لما تعمل الفين يوب هو هتضيف لينكك في الفين مواقع لا هو هتضيف اللينك بتاعك كده كده لو انت عملت عشر او الفين هي هي بس دي هيذكر زي منقول لينك بتاعك في المواقع ده كام مرة فنحنخليها عشر عشان السرعة وهدوس جنرال باك لينك هنا هيبدأ باضافة الباك لينك بتاعك في المواقع دي طبعا بيزيد ارشافة موقعك بيزيد نسبة المشاهدات بيزيد ترتيبك في اليكسة بيزيد كذا حاجة بس يفضل ما تعملوا ازاي وتضيفوا لينك مواقعك لا تضيفوا مقال معين جوا لينك موقعكم يعني مقال معين مقال انتو حبيينه مقال عايزينه ينتشر فتضيفوه وممكن تستخدموا الميزة دي طبعا مش شرط في المواقع لا انت ممكن تستخدمها في صفحات الفيسبوك استخدمها في اي حاجة يعني قناة اليوتيوب اي شي طبعا هنرجع هنا زي ما شايفين هو نشر التجربة تنشر في احد الصفحات نرجع كده يعني هنا طبعا هو حتى ضيف للينك خاص بالصفحة دي لو انا حبيت اشوف البوست ده زي ما شايفين انا عملت النشرة ناجحة بيقول لي view error ما فيش ارورات ما فيش اي حاجة البرنامج شغال مية مية زي ما شايفين هنا start story دي او sky story دي لو دست عليها طبعا يعني الاسف دي لو انت دست عليها بتوقف لك كل حاجة يعني ليه لان دي او ده حسنوا كمان الميزة دي يعني حتى ال error ان انا شفت قبل كده حسنوه يعني من قوة البرنامج التحسنات والتحديثات مستمرة تقدر طبعا تشتري اي حاجة من الحياة دي اداوات المضافية اداوات تسوقية احترافية زي ما نقول ايه هنا دي الف بوينت على الواتساب بحس تقدر تتمكن مناش دومين تقدر من هنا تشتري دومين بس عار خيصة جدا اربعة دولار يعني دومين عادة ما بيقلش عن خمسة دولار او عشرة دولار حاليا طبعا هنا في فيسبوك ادوات خاصة بالفيسبوك تقدر تشتري مت لايك بوين دولار يعني بسيطة جدا ترتشتري مشاهدات من على اليوتيوب الألف مشاهدة باثنين دولار مثلا الالف لايك بتنين دولار يعني الف سبسكرايب عزرا مش الف دي مية مت سبسكرايب باثنين دولار يعني اسعار رخيصة جدا خمس تلاف مشاهدة على يوتيوب بتسعة دولار يعني يا بلاش طبعا انا معي هنا اتنين دولار اقدر اشتري بيوم اللي انا عايزه اه هو الديل ده اللي هي العروض السخنة زي ما نقول يعني بيكون عليها خصومات عالية واشياء من كده يعني طبعا لزا مشاهدين زي ما انتم شايفين برنامج قاعدة متكملة للنشر وقاعدة متكملة للتسويق اتقدر تخليك تمكنك انت تعمل اللايكات بشكل اوتو طبعا دي يعني بعض الادوات مش بتتفعل مع ادوات النشر يعني طبعا لازم توقف ادوات النشر اوكي خلص كان اكتفيد من موضوع النشر زي ما شايفين هنا نشر في احد الصفحات دي الصفحة بيديك هنا الانك ولنك البوست اللي هو نشر يعني هو نشر هنا ده اللينك زي ما نقول ايه مش اللينك عزرا ده الاي دي اللي انت لو خدتو كاكوبي وضيفتو بعد اسم الصفحة هيطلع لك البوست بتاعك ازاي مشاهدين يعني هي قاعدة برنامج رائع جدا 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 في النشر فيه الستنج انصحك تسبع زي ما هي يعني ما تلعبش فيها غير وانت فاهم انت بتاع في ايه يعني زي ما اقولت لكم انا هضيف لكم لينك الكورس الاحترافي خاص بالشركة ذات نفسها في النوع زي ما نقول ايه ازاي تستخدم البرنامج لان البرنامج كبير جدا وانا شرحته النهاردة بشكل مختصر وهضيف لكم طبعا لينك الصفحة دي اللي من خلالها هتقدروا تشتروا البرنامج وهتنسوش كود الخصومات الخاص بينا تقدروا تشتروا برنامج ده من هنا من الصفحة دي هضف لكم اللينك ده واللينك ده خاص بصفحة فيسبوك خاصة بسكايتلز الكورس اللي هم مقدمينه لشارح البرنامج بشكل تفصيلي طبعا البرنامج امن جدا رائع جدا جميل جدا انصحكم بابتناءه بابتناء النسخة المدفوعة لنسخة المجانية طبعا بدف لكم النسخة المدفوعة رائعة برضو بس بدف لكم خصائص مش كتيرة زي النسخة المدفوعة هضف لكم اللينك ده عزي مشاهدين في الوصف واللينك ده طبعا عزي مشاهدين وطبعا كب كتابتكم طبعا انا يعني محابتش ان اطول قوي في شرح البرنامج لانه برنامج كبير جدا وهيحتاج ساعات ساعات كتيرة جدا يعني انا فنش ده كمان هيحتاج ساعات كبيرة جدا في شرحه لان البرنامج برنامج تصويقي من كامل الجوانب كامل اميلات واتساب حتى تويتر كمان حسابك على تويتر تدرت تنشر على حسابك في تويتر بس سعط يعني من هنا نشره على الفيسبوك بكامل اوضاعه زي ما عارفين في فيسبوك اكبر قاعدة كامهيرية في العالم من ناحية عدد اليوزر اللي بيدخله عليه شهريا ومتابعين وتفاول يعني هو اكبر موقع للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم كان فيه عندك طبعا السابورت لو انت احتاجت لأي دعم فني يعني مش عارف ده شكل غريب قوي لو انت احتاجت لأي دعم فني طبعا عزم مشاهدين هم في الخدمة دايما بشكل متواصل البرنامج رائع انصحكم طبعا بكتناقوا في النقاي عزم مشاهدين اتمنى ان تكون عجبتك واتمنى ان تدعموها طبعا بشراء البرنامج اللي موجود في الديسكريبشن واتمنى ان تدعموا برضو الحلقة بنشرها وعمل لايك لحلقة وشير وسبسكرايب لأفضل برنامج عزم مشاهدين تسويقي في العالم وده مش حسب كلامي ده حسب كلامهم هم هم كلام موقعهم كلام المستخدمين ده أفضل برنامج تسويقي على مستوى العالم وحتى لو انت دخلتوا على الموقع اللي هو المنتدى خاص بهم اللي هو سكايتنز ماركتنج وهتلاقوا طبعا كومنتات الناس وتعليقات الناس لأفضل برنامج تسويقي في العالم في النهاية تماما حانتوا تدعموا الحلقة دي وتماما تدعموها باللايك وشير وسبسكرايب واشوفك عليك ده حزم مشاهدين من درشارها جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة